موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشكو الصحافة كالمعتاد نطالع من المواقع ومن الصحف العربية واليمنية نبدأ من التصنيف الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود نشرهم موقع دان تايم حيث ذكر أن اليمن ضمن البلدان الأكثر فتكا بحياة الصحفيين وجاء فيه مقتل خمسة صحفيين خلال عام 2016 في اليمن من بين 74 إعلاميا حول العالم وقد اتهمت المنظمة ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية بجعل اليمن بؤرا سوداء على المستوى الإعلامي وحيث يسود الإفلات من العقاب بشكل لا يطاق وأصدرت المنظمة تقريرها السنوي حول الصحفيين الذين لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم وأوضحت قالت إن الصحفيين في اليمن لا يسلمون من الاعتداءات والاغتيالات وأدانت الإفلات من العقاب الذي ينعم به مرتكب جرائم القتل في حق الصحفيين وذكر التقرير أن الميليشيا الإنقلابية في اليمن سيطرت على مباني القنوات التلفزيونية وأقدمت على اعتقال العديد من الصحفيين بعد إعلان زعيمهم عبد الملك الحوثي حربا مفتوحة على الصحفيين وبعد جعلهم عدوا للميليشيا ما عرضهم للقتل، الخطف، والإخفاء القصري وعبرت مراسلون بلا حدود عن أسفها لما عاشه الصحفيون من ملاحقات والطهاد خلال العام 2016 الأخبار تغطي دائما المواجهات المسلحة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وهناك جانب لا يتم الالتفات إليه فوفقا لموقع يمن مونيتر أكثر من ستين ألف أسرة نزحت من مناطق حرض، ميدي، وبكيل، وحيران ومستبى التابعة إداريا لمحافظة حجة في أقصى شمالي اليمن بسبب الحرب التي تدور على الحدود السعودية اليمنية منذ عشرين شهرا يضيف الموقع دمرت المواجهات عشرات المنشأة الصحية والخدمية ومائة وعشرين مزرعة حيوية إنتاجية للمواطنين نتيجة لنزوحهم إلى مدينة حرض يتابع الموقع حولت هذه المناطق إلى أرض محروقة وبقايا ركام وميدان فسيح للرصاص والقذائف والصواريخ في صورة توحي بفداحة جرم من أشعل فتيل هذا الحرب وضق طبولها منذ الوهلة الأولى انضم هؤلاء النازحون إلى الضحايا الذين خلفتهم حروب صعدة السابقة في ثلاثة مخيمات كبيرة كانت تحتضنهم في منطقة المزرق شمال شرق مدينة حرض قبل أن تكمل هذه الحرب مسلسل معاناتهم لتصبح هذه رحلة النزوح الثانية لهم الكاتب المغربي شفيق عنواري يتمنى أن يسافر إلى اليمن ويزور مصر ويحلق عاليا في سماءات الربيع العربي الذي أحط به المتأمرون وطوقوه جيدا يقول الكاتب في صحيفة العرب الجديد سأتوجه إلى اليمن لأحذرهم من الوثوق بالحوثيين فقد تحول شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل إلى حبر على ورق أوجهوا مدافعهم إلى منازل اليمنيين ومتاجرهم وصوبوا بنادقهم إلى صدور المدنيين سأحذر الشعب اليمني وكذلك ذوي النيات الحسنة من الأحزاب والسياسيين سأحذرهم منه لما سيقعوا حتى يتخذ احتياطاتهم ويعملوا على فتح أبواب الحوار بين الفضلاء وكل من له غيرة على الوطن بعيدا عن التدخل الخارجي وتجاوزا لاختلاف الآراء والعقائد سأتوجه إلى سيدي بوزيد في تونس لأبحث عن الشاب محمد البعزيزي وأقبل رأسه وأذرف دموع الإنبهار بوقوف جانب رجل كان سببا في انتفاضات نزعت هاجز الخوف الذي سيطر على قلوبنا سنوات وأخبره بأنه مقبل على حدث عظيم سيغير الكثير في بلاده والمنطقة المحيطة مقالي لا يعبر عن الندم ولست ممن يقول أن هذه الانتفاضات كانت خاطئة ولم تكن كذلك مخططا غربيا لا أبدا كانت لحظة غضب شعوب سئمت من الاستبداد وقررت اقتلاءه من الجذور الشيء الذي لم يخدم مصالح الغرب في المنطقة فسخروا لوأد هذه اليقظة الغالية والنفيس لكن على الرغم من ذلك لم يذهب هذا الحراك هباء منثورا بل قدم الكثير وفضح من ارتدى جلباب الشعوب عقودا وبين من يقف بجانب المستضعفين ومن يحب مناصرة الظالمين لكن المرحلة القادمة للربيع ستكون مغايرة للأولى في المنطلقات والأهداف وربما حتى في الوسائل جولة سريعة إلى موقع مصدر أونلاين حيث أورد العديد من العنوين قال مصادر تؤكد تأكيد مقتل قائد كبير في قوات صالح بغارة للتحالف في صعدة تعز مقتل سبعة حثيين وثلاثة من القوات الحكومية بالإضافة لمدنيين اثنين في معارك في تعز أيضا عنوان الموقع نقابة التدريس في جميع صنعاء توقف الامتحانات للمطالبة بصرف الرواتب المتوقفة منذ أربعة أشهر وعن الجهود السياسية ولد الشيخ يقول لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار عنوان آخر المخلافي يقول الحوار والحل السلمي هما الحل الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والحرب المعارك التي تدور في مناطق مريس في الضالع تابعها موقع المسند قال ميليشيا الحوثي تصاعد هجماتها على قرى مريس بالأسلحة الثقيلة وينقل الموقع عن مصادر محلية قولها ميليشيا الحوثي وصالح قصفت بعدة صواريخ كتيوشا مناطق في مريس كما قصفت الدبابات قرى اللكمة والثماد وأفادت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي وصالح تحشد عناصرها أسفل قرية المعصر في محاولة للترتيب لشن هجوم على مواقع الجيش والمقاومة في القطاع الغربي للجبهة أرواح للعبث تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحر مقالها المنشور في يمن مونيتر وقالت الكاتبة أولئك الذين يسقطون في التفجيرات أناس مثلي ومثلك لديهم عائلات وأحلام سامقات وهم ليس من ضمنها الموت في تفجير انتحاري أو تمثيلي مثلنا تماما لا يرغبون أن يصبحوا قصصا تتناقلها الألسن والمواقع لا يرغبون أن يكونوا أرقاما تؤرشفها الأحداث لدى أطراف الحرب ومنظمات حقوق الإنسان وقد أهدر أعظم حق وهو البقاء على قيد الحياة هؤلاء كانوا مثلنا يرغبون بالعودة إلى أسرهم وفي جهوبهم المرتبات ولم يدر بخلادهم أنهم ذاهبون لتسليم أرواحهم وليس تسلم ما يقيم هذه الحياة لا يعنيهم بعد الرحيل أن يصفوا بالضحايا أو أن يصموا بالعملاء أو أن نبكيهم ونكتب في قهرهم المراثي كل ما رغبوا به هو أن يظلوا أحياء ربما لو قتلوا في معركة من أجل الوطن لهانت عليهم أرواحهم لكن أن يحصدوا كالهشيم وتكون نهاية حياتهم كأضاح وقرابين من أجل ترسيخ فكرة أن عدن يسكنها الإرهاب المستأسد في حضرة الشرعية فتلك لعنة تفوق لعنة الشيطان ذاته في الصفحة الرئيسية لموقع الموقع بوست ورد عنوان وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد العبسي بنوبة قلبية في العاصمة صنعاء وقالت مصادر مقربة من العبسي أنه تعرض لنوبة قلبية فجر الأربعاء وتم نقله على إثرها إلى المستشفى إلى أنه فارق الحياة يتابع الموقع محمد العبسي كاتب صحفي متخصص في كشف قضايا الفساد وكان من أوائل الصحفيين الذين ناهضوا الإنقلاب كما أنه شاعر وأديب وله أعمال أدبية مطبوعة إلى موقع المشاهد الذي تابع أيضا ما يتعرض له الصحفيون في اليمن وعنون في صفحة الرئيسية قائلا صحفي سبأ المفصلون يناشدون الحكومة الشرعية صرف مرتباتهم حيث ناشد الصحفيون العاملون في وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس الوزراء أحمد عبد بن داغر بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ شهر سبتمبر عام 2015 إثر القرارات التعسفية بوقف مرتباتهم وفصلهم من الوظيفة العامة من قبل جماعة الحوثي وطالب الصحفيون الحكومة الشرعية سرعة ترتيب أوضاعهم نظرا أوضاعهم عفوا نظرا لمعاناتهم التي يواجهونها جراء تلك الإجراءات التعسفية والانتهاكات والملاحقات من قبل الجماعة الإنقلابية والتي استولت على مؤسسات الدولة من ضمنها المكتب الرئيسي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في صنعة يتابع المشاهد يعاني الصحفيون المفصلون من أوضاع معيشية صعبة تتطلب تحركا عاجلا من قبل الحكومة الشرعية كونهم ملاحقين ومشردين خارج البلد وقبل أن نقرأ ما لدينا من الصحافة العربية وأقلامها اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدين مرحبا مجددا إلى ما كتبته الصحافة العربية اليوم حيث تعلق صحيفة العرب الجديد حول اجتماعات الرياض قالت إنها حل تسلسلي للحرب اليمنية ومشاورات الهدنة بعمان وأكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية الشرعية للعرب الجديد أن الحكومة لا تزال تنتظر نسخة معدلة من المقترحات الأممية وذلك على ضوء الاجتماع الذي انعقد في الرياض والملاحظات الحكومية المقدمة على خارطة الطريق بنسختها السابقة والتي رفضتها الحكومة بشكل مبدئي في المقابل تحفظت مصادر في جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر عن إبداء موقف انتجاه نتائج اجتماع الرياض مع وجود نقاط تسلسلية تشير للإجراءات المطلوبة من الطرفين تتابع الصحيفة تضمنت نتائج اجتماع الرياض دعوة الحكومة اليمنية والانقلابيين للمشاركة في مفاوضات على أساس مقترحات الأمم المتحدة إلى صحيفة الخليج الإماراتية تابعت جانبا مما يحدث في صنعاء وعنونت تعزيز إجراءات حماية الصفارة الروسية في صنعاء تقول التفاصيل فرضت وزارة الداخلية الخضيعة لسيطرة الإنقلابيين بالعاصمة اليمنية صنعاء إجراءات أمنية إضافية لتعزيز تدابير الحماية حول مقر السفارة الروسية ومحيطها في إجراء احترازي عقب مقتل السفير الروسي في تركيا وأكدت مصادر أمنية مطلعة بصنعاء أن تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر ومحيط السفارة الروسية في صنعاء تم بموجب طلب ممثلية الدبلوماسية الروسية من محافظتي أبيان ولحج وحول الجهود التي تبذلها السلطات هناك في محاربتها للإرهاب تقول الصحيفة الاتحاد نقلا عن محافظ أبيان الخضر السعيدي الأجهزة الأمنية ستواصل دورها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى والقلق في صفوف الأهالي أما الأجهزة الأمنية في لحج فقد قامت بشن حملة أمنية مكثفة لتعقب عدد من العناصر المشتبه في انتمائهم لتنظيمين القاعدة وداعش في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة وقامت بمداهمة عدد من المنازل في أحياء سكنية من بينها حي وجيدة واعتقلت عددا من العناصر تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم الفرنسي اليوم يرى الحرب العالمية الثانية التي كانت مدمرة في أفق تغيير البلاد نحو الأحسن منذ الثورة الكبرى التي أطاحت بالملكية الإقطاعية ويرى الكل في أفق التحرير من المظالم والقيود الإنجليزي والأمريكي أيضا الثورات هناك انتهت إلى التغييرات المطلوبة ومنح المجتمعات الغربية فرصة للتطور والخروج من دوائر الضيق والتخلف هكذا بدأ الروائي وسيني الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي ثوراتنا العربية انتهت في الأغلب الأعم إلى دكتاتوريات شديدة التخلف أو إلى عصابات مافياوية وضعت البلاد العربية كلها رهن تخلفها مال الشعب والأمة في مرماها فأصبحت الثروة ملكا مشاعا لها فقط لا تنمية ولا تطور سوى بركات الطبيعة السخية والنفط والسفقات التجارية المشبوهة طبعا والأناشيد الوطنية التي لا تتوقف لإخفاء المصالح فقدت أي ترمزية بالنسبة للأجيال الجديدة الوافدة على الحياة والعمل انتصر العرب في حروبهم وحقق استقلالاتهم الوطنية بالكل أو بالنصف أو بالربع ليس مهما خرج الفرنسيون والإنجليز والإيطاليون من الأراضي التي احتلوها وكان يفترض بعض الاستعمارات المختلفة أن يتم التفكير في تطوير المجتمعات وزرع ثقافة الحياة الضرورية وتحويلها إلى دواء يتم به رتق الجراحات القديمة بهدف إنشاء جيل حي يعتز بتاريخه لا يجعل من الدم الزكي الذي ساح في كل مكان تاجا فوق راس الحاكم بحثا عن شرعية مقدسة تمنحه حق فعل ما يريد ومتى يريده أيضا وهو ما حدث لاحقا بسبب سوء التسير وخروج دكتاتوريات عربية من صلب الجبال والصحار والرماد لا هدف لها إلا تدمير حلم الملايين من العرب حيث جعلت من ثقافة الحرب والتاريخ المبتور رهاناتها المستقبلية صحيفة الحياة نقلت عن مستشار الرئيس اليمني وزير الدولة محمد بن موسى العامر اتهامه ميليشيا الحوثي بعرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى المحافظات المحاصرة في اليمن مؤكدا سوء الأوضاع الإنسانية وأوضح العامر في تصريح للحياة ميليشيات الحوثي تقوم بتجاوزات كبيرة تستخدم عددا من الأسليب منها المتاجرة بالمعاناة الإنسانية بغرض الوصول إلى مكاسب سياسية يضيف العامر لكي يشرعن الحوثيون الإنقلاب يقومون بمحاصرة الناس وبمنعهم من الحصول على الغذاء والدواء كما هي الحال في تاعز وفي غيرها لإطارة الرأي العام ولكي تساعدهم المنظمات الإنسانية في ترسيخ مشروعهم الإنقلابي قال مسؤول يمني بارز لصحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية تتعاطى مع المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة وسفراء الدول الرعية لعملية السلام في اليمن بشكل رسمي وإيجابي إلى أنه لم تصل إلى الجهات اليمنية المعنية فريق المشاورات أي معلومات بخصوص مكان زمان إنعقاد جولة مشاورات سلام جديدة وأكد ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني أكد أن الحكومة دائما تقول إن المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي بقاؤهما خطر وخرجهما من البلاد خطر أيضا مشددا على أنه يجب محاكمتهما وكل المتورطين معهما في الإنقلاب كمجرمي حرب قال المستشار مكاوي إن التحديات الإرهابية التي وجدت منذ تحرير عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية سوف تنتهي والحكومة اليمنية تبدل جهودا جبارة للقضاء على الخلايا التي زرعت من قبل دحر الإنقلابيين عفوا قبل دحر الإنقلابيين من بين الأخبار المتداولة على نطاق واسع ما جاء في صحيفة القدس العربي عنوان نتنياهو يستغل مأساة حلب يقول مستعدون لاستقبال الجرح السوريين قالت التفاصيل استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو الحالة المأساوية التي تشهدها مدينة حلب السورية لتسويق دولة الاحتلال التي تنكل يوميا بالفلسطينيين وبصورة إنسانية إذ أعلن أن إسرائيل تبحث إمكانية نقل النازحين المصابين من حلب إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج وقال خلال اجتماع مع مراسلين أجانب في القدس نحن مستعدون لاستقبال النساء والأطفال المصابين وكذلك الرجال إن كانوا غير مقاتلين ولنقلهم إلى إسرائيل لرعايتهم في مستشفياتنا كما فعلنا مع آلاف المدنيين السوريين أضاف طلبت من وزارة الخارجية إجاد طرق لتوسيع نطاق مساعدتنا الطبية للضحايا المدنيين في الأزمة السورية خاصة في حلب رفض الحياة بين مقبرتين تحت هذا العنوان كتب وجل السالمي في العرب الجديد مقلا عن المدينة التي تحاصرها ميليشيا الحوثي وقال في مقتطفات منه تختزل تعز مفارقة توجز تاريخ اليمن الحديث فالمدينة التي انطلقت منها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ضد استبداد الإمام البدر لم تلقى إبان العهد الجديد سوى المزيد من التهميش والإقصاء دفع أهلها إلى تصدر انتفاضة عام 2011 وهو ما استفز الرئيس المخلوع لا تزال ذاكرة تعز تحتفظ بزيارة الروائي الراحل نجيب محفوظ إليها عام 1963 والتي وصفها في كتابه تحت المظلة بقوله الحقول خضراء المراعي خضراء الطرقات مجلجلة بالأشجار الحدائق أكثر من البيوت عدا سلسلة من الجبال كالأنغام المتموجة مكسوة بالزمرد مزركشة بالأزهار الجو الوطيف يريق السحر معبقا بشذ الورود والثمار يلفت الناقد العراقي حاتم الصكر إلى أن أصلى تسمية تعز القديمة يعود إلى تموز إله الخصب عند العربي القدامى ويقتبس من رسالة لبدر شاكر السياب الاسم انتقل إلى البلدان العربية انتقالا لفظيا بتغيير طفيف وقد وصل اليمن فتعز هي مختصر تاعوز وتاعوز هو تموز رغم حصار السنوات التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أن أياد الفلسطينيين لا تتوقف عن الانتاج للعديد من السلع إحدى هذه المنتجات صناعة شباك صيد للأسماك جولتنا المصورة في العرب الجديد وثقت هذه العملية الانتاجية فلنتابع سويا الصور ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام كوشك الصحافة لهذا اليوم نتابع سويا الآن مجموعة من رسوم الكاريكاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة